أعلنت أرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين ليرتفع بذلك عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأوضحت الخارجية الأرمينية في بيان لها أن أرمينيا أنضمت إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وكيدة حرصها على إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وفي هذا الإطار شددت أرمينيا على أن الوضع الإنساني الكارتية في غزة والعدوان الإسرائيلية المستمر على القطاع هو إحدى القضايا الأساسية على جدول الأعمال السياسية الدولي التي تتطلب الحل الجذري والعاجل